اشتركوا في القناة بينك وبين اهلك تقبل بيها ربنا من اكبر الاعمال اللي تقدم بيها على ربنا سبحانه وتعالى انك انت تقدم باعمال فيها خير فيها نفع وسند وعاون لابوك ومك اقل لها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فاكر التلاتة اللي كانوا في رحلة كده حديث في البخاري فحصل ده زي ريح شديدة فالجأتهم الى غار دخلوا غار كده يحتموا فوقعت الصخور عليهم سدت الغار فده يموتوا فكل واحد قال ندعو بدعاء نتوسل لربنا بعمل صالح يكشف عننا اللي احنا فيه فاول واحد قال يا رب احكي لك القصة كده باللغة البسيطة قال يا رب انا كان عندي ابوين شيخاني كبيرين وكنت لا اغبقوا قبلهما احدا قبلهما يعني ما كنتش بشرب حد اللبن كان يروح يحلب الشاه وبعدين يجي يشربهم ما كنتش شرب حد قبلهم اول ناس فطرهم قبل ما افطرنا ويعيالي ابو يوم فراح الصبح علشان يشتغل بعد الفجر كده عبالما الاب والام يصحوا فتشغل في شغله بعيد ولما رجع باللبن لقاهم ناموا الظاهر نومة الظهرية اللي اسمها القيلولة ففضل وقف قدام القوضة كده حتى يستيقظه هو فطر عشان ابو امه هو من اللي يفطر الأول ويضمن انهم يشبعه فلما استيقظه شرب اللبن فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة على فكرة ده مثال لكل مشاكل الدنيا ومثال لزنقة يوم القيامة ان العمل ده ذكريات وعمل صالح تقابل بيه ربنا الشخص اللي بعيد عن ابو امه وعلاقته منهارة ممكن ما يبقاش فاكر حاجة عملها يروح بيها ربنا لو تسأل عن عبادة بر الوالدين اللي هي تاني عبادة ربنا طالبها مننا بعد التوحيد وقضى ربك قال لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذه خسارة كبيرة في الدنيا والآخر الخسارة التانية إنك تتفاجئ إنك تبع في يوم القيامة عاق الوالديك بعضنا كده مش متخايل أن يروح عند ربنا وحش قوي كده قال لا إحنا ممكن نروح عند ربنا نتفاجئ وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عقوق الوالدين وهو لو بيسأل وبيقسى وبيرد بطريقة مش كويسة ولو قاعد معهم ما بيشيلش عينهم على التليفون فهم مش قادرين يشبعوا منه وهو قاعد حتى معاهم وأمه وهي عندها ستين سبعين سنة بتروح للدكتور لوحدها وأبوه عايزه علشان يبقى جنبه يسنده وهو خلاص كبر في السن هو مش فضيله مش مثلا إيه متأزم في رحلة البحث عن الرزق والأولى الأهل برضه لكنه مش فضيله فيتفاجئ أن عاقل والدي يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الأليم العاقل والدي واحد من الثلاثة منستحملش كده يا جماعة حاجة الثالثة والأخيرة فقدان البركة في الرزق إحنا ملناش بركة أد دعاء أبوك ومك لو عايشين والله ما لينا بركة زيه فاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره يعني يبارك ليه في الرزق والعمر فليصر رحمه أول رحم وأهم رحم هم الوالدين خد بالك خد بالك لو حسيت أن أنت مقصر كي تعالى مع بعض نكمل في خطوات ترميم وإعادة بناء العلاقة مع الوالدين